القبضة الحديدية على الصحفيين لا تزال مستمرة منذ ست سنوات بيان جديد لنقابة الصحفين اليمنيين أكدت فيه على أن وضع الصحفة اليمنية شديد الخطورة وبالغ الصعوبة البيان الذي صدر بمناسبة يوم الصحفة اليمنية الذي يوافق التاسع من يونيو من كل عام قال إن نضالات الصحفيين اليمنيين للدفاع عن قيم الحرية والتعدد ستستمر حتى إيقاف العنف الممنهج ضد حرية الكلمة والتعبير واحترام حرية الرأي والرأي الآخر كان الوسط الصحفي قد شهد عنفا كبيرا ضد مؤسساته والعملين فيه منذ انقلاب سبتمبر 2014 الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وارتكبت ميليشيا الحوثي بحق الصحافة جرائم الاعتقال والاختطاف والقتل ولا يزال ستة عشر صحفيا رهينة أحكام إعدام وصفتها نقابة الصحفيين بأنها سياسية ظالمة متهمة الميليشيا برفض أحكام قضائية قضت بالإفراج عن صحفيين آخرين مختطفين في سجونها في الوقت الذي لا يزال فيه صحفيان اثنان قابعين في سجون حكومية في مأربة وحضر موت وصحفي آخر مغيبا من قبل تنظيم القاعدة منذ 2015 موجة العنف تجاه الصحفيين تتوسع بحسب بيان النقابة في كل مناطق اليمن نتيجة غياب مؤسسات الدولة الحقيقية ما أدى إلى الاستمرار في الاعتداء على الصحفيين كان آخرهم نبيل القعيط في عدن ليصل عدد الصحفيين الشهداء منذ 2014 إلى 38 شهيدا ملاحقة وتشريد واختطاف وانتهاكات جسيمة تطال الصحفيين اليمنيين جعل الثمانية وعشرين منظمة حقوقية تعلن تضامنها معهم مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين وإطلاق رواتبهم وأكدت المنظمات في بيانا لها أن معاناة الصحفيين بسبب سعيهم لحماية حق الناس في الوصول إلى المعلومة ترجمة نانسي قنقر